سعيا لإعطاء زخم أقوى للعلاقات الثنائية خاصة في شقها التشريعي عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب فرنسا لقاء بحضور نواب برلمانيين من كل البلدين سطرنا على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والصداقة الموجودة بين البلدين والتي تعززت بعد موقف الفرنسي الجري والواضح حول وحدتنا الترابية وكذلك هذا الدقاء جاد فعيلا لما ناد به صحاب جلال نصر والله في خطابه بمنسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية التي دعا فيها لأن تكون الدبلوماسية الحزبية والدبلوماسية البرلمانية أن تأخذ دينامية جديدة اللقاء الذي جرى تزامنا مع زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل مكرون للمغرب بحث الصياغة الكفيلة لإضفاء نجاعة أكبر على دور مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين وجعلها دعامة لتطوير التعاون الثنائي اللقاء بنوذرائنا المغاربة يهدف لوضع الدبلوماسية البرلمانية في صلب علاقات البلدين الثنائية هذه العلاقات التي تشهد اليوم فصلا جديدا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية النواب البرلمانيون شددوا على أهمية اتفاقية التوأمة المؤسستية التي تجمع بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية والتي أبانت عن فاعلية كبيرة في الفترة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر